قروض تقدر بعشرين مليار دولار تم اقرارها بالموازنة لسد العجز الحاصل قروض ظاهر استخدامها مشاريع تأهيل وباطنها بوابة لتمويل الأحزاب فبحسب ما تتحدث به بعض الجهات الرسمية أن هذه القروض ستكون بوابة خلفية لتمويل حملات الأحزاب الانتخابية قبل موعد الانتخابات في تشرين الأول المقبل اليوم المواطن العراقي بعد ما خذلته الكتل السياسية الحقيقة بإقرار الموازنة التي لم تناقش وللأسف ارتفاع سعر الدولار ولم تناقش موضوع تعيينات ولم تناقش تحسين البطاقة التموينية أصبح متخوفا والكل معه بأن تلك القروض قد تكون لمصلحة الأحزاب إذا ما جيرت لحسابها من أجل الانتخابات القادمة ارتفاع أسعار النفط التي تعدى السبعين دولار للبرميل الذي بدوره سيرفد ميزانية الدولة فضلا عن رفع سعر الدولار واردات تكفي لسد العجز بحسب مراقبين وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول اللجوء إلى القروض بوجود سيولة مالية كافية ولماذا تمت الموافقة عليها في مجلس النواب ما يجب أن تعمل عليه الدولة خصوصا في المرحلة القادمة هو تنظيم هذه الأموال المسائلة هيكون هناك جو من الشفافية لمثل هذه المصروفات سواء كانت العامة أو الخاصة التي تكتنزها الأحزاب السياسية يذكر أن موازنة 2021 جاءت خالية من التعيينات وتوفير فرص العمل والمشاريع التنموية ورفعت شعر صرف الدولار في قرارات ضربت آمال المواطنين بمقتل وأحيت آمال الأحزاب بالبقاء على نفوذها في الانتخابات المقبلة من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية ترجمة نانسي قنقر